اشتركوا في القناة اقترنا هذا الشهر بالقرآن هو شهر أنزل فيه القرآن سنتحدث عن فضل قراءة القرآن يعني تعديدا تحديدا في شهر رمضان الكريم مع سيدة سوريا لولو والناشطة في الحقل الدعوي أهلا بك وشكرا لحضورك معنا اليوم أهلا بك طيب عندما نتحدث تائما عن شهر رمضان الكريم لابد أن نتحدث عن قراءة القرآن تلاوة القرآن تكفر في هذا الشهر يكفر الحديث عن قراءة القرآن وحق المسابقات التي تعنى بالقرآن الكريم فضل قراءة القرآن الكريم في رمضان تحديدا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم وحمد الله وبركاته قبل الله مننا الصيام والقيام وأعاده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالأمن والأمان والسلم والسلام آمين يا رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هذه الآية تدل على أن الله تبارك وتعالى عظم هذا الشهر العظيم وذلك بتعظيم وزول القرآن في خير ليلة خير من ألف شهر يا ليلة القدر بينما رسول الأنام يتعبد في غار حراء يتحنث يسأل يتدبر يتفكر في هذا الوجود هل هذا الوجود خلقه تلك الآلهة الموجودة في الكعبة فإذا بالوحي جبريل الأمين ينزل بالقرآن عظم الله عز وجل هذا الشهر ليس بنزول القرآن فقط بل أنزل الله عز وجل كل الكتب السماوية في شهر رمضان المعظم شهر فيه خصلة من الخير فريضة والفريضة بسبعين فريضة يعني الأجر من ابتسم في وجه أخيه تكتب له فريضة والفريضة بسبعين فريضة وأيضا هو شهر يكثر فيه أو يبارك العز وجل فيه رزق الإنسان من صام أيامه وقام لياليه وغفرت ذنوبه إن شاء الله نتمنى أن نكون من يغفر ذنوبنا طيب سيدة سوريا لولو عندما نتحدث عن القرآن الكريم تكتب المساجد ما شاء الله بالشباب يعني تلقى كل النساء ما شاء الله يروحوا لصلاة التراويح الأطفال يعني تكتب المساجد وتعلوا هذه المنابر والناس تلبي نداء الصلاة كلها وتروح للصلاة لكن في رمضان 2016 هناك فرق بين الممارسة يعني السلوكات الموجودة لدى الشاب يروح للمساجد أو الإنسان ويصلي في شهر رمضان لكن السلوكات لا تنوم على أن هذا الإنسان فعلا هو يقتدي بما قرأه يقتدي بالقرآن الكريم لماذا هذا التناقض؟ لماذا؟ هذا هو السؤال المطروح للأسف يمر علينا كل عام هذا الشهر المبارك والعظيم نقع القرآن المنابر كما قلت تستع بحناجير القرآن الكريم لكن للأسف هذا القرآن لا يعني للأسف يبقى في الحناجر فقط يعني قراءة القرآن لم نقرأها كما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم نقرأها كما كان يقرأها الصحابة عليهم الرضوان كما كان يقرأها التابعين للأسف هذا القرآن جعلناه بركة نتبرك به نقرأ لنفوز بالأجر نقرأ ممكن لنتنافس كما قلت في عدة مسابقات مزمار القرآن أو مزمار داود أو عليه السلام مزمار داود لكن للأسف لم نجعل هذا القرآن منهاج حياة طيب نعلم سيدة سوريا لولو أن معجزة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام هي القرآن في الجاهلية لما نزل على القرآن غير الكثير من السلوكيات حتى مما لم يؤمنوا مزمار دخلوش الإسلام صح لماذا اليوم في سلوكات المؤمن المسلم لا يتغير شيء يعني هو يقرأ ويحفظ ستين حزب لكن بعض أقول ممارسات لا تتغير أين هو المشكلة تحديدا أعيد طرح السؤال هل في أنه أصبحت قراءة فقط يسجل القرآن فقط في المخ وذاكرة وليست للاقتداء بها والممارسة نعم يقول الله عز وجل من تبع هداي فلا يظل ولا يشق ثم يقول في سورة طاه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشوه يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير قال كذلك آتتك آياتنا ونسيتها وكذلك اليوم تنسى إذن نحن نقع القرآن لكن للأسف سلوكات الإنسان في الفرد أو الأسرة أو المجتمع وحتى الدولة فهذه السلوكات تختلف تماما كما قالت سيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان قرآن يمشي وقالت كان خلقه القرآن فكما قلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استطاع أن يجعل من الأعراب الأجلاف يسكنون ويقتنون بالصحة يجعلهم أمة تسود أمة لها ريادة أمة لها لحد الآن يضرب بها المثل السلف الصالح أذكر لك مثالين فقط في مثال السلف الصالح ومثال عن التابعين سيدنا عمر بن الخطاب ذلك الرجل الذي كان شديد القلب كان يسمع صنما من الدقيق والعسل ثم يسجد وإذا جع أكل هذا الصنم ويئد ابنته وليس له رحمة له غلظة في القلب لكن عندما سمع القرآن وأخذ الصحيفة من أخته فاطمة آمنة ولهذا يقال أن عمر في ولايته وفي إمارته تخلف يوما عن صلاة الصبح فسأل الصحابة كيف يتخلف أمير المؤمنين عن صلاة الصبح فأمر عبد الرحمن بن عرف بأن يصلي بالناس ثم ذهبوا إلى بيته فسألوا زوجة عمر فقالت عمر خرج ليتحسس الرعية فإذا بسيدنا عمر عندما وجدوه مغم عليه عند حائط يقال ذلك الحائط لإمرأة فأيقظوه فقال هل أشرقت الشمس؟ قالوا له لم تشرق الشمس بعد ثم أيقظوه قالوا لما تخلفت اليوم عن صلاة الصبح قالوا بينما أنا أتحسس الرعية سمعت إمرأة وهي تقوم الليل وتقى قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع فعلمت أن العذاب واقع بعمر فأغمي عليه ولم أحس إلا أنتم توقذونني لصلاة الصبح هناك مثل آخر الفضيل بن عياض الفضيل بن عياض كان لس كان سارق كان قاطع للطريق لكن من الذي غير الفضيل بن عياض من لس وسارق وقاطع طريق إلى أن أصبح يسمى بعابد الحرمين العابد الزاهر الفضيل بن عياض سمع قول الله تبارك وتعالى عندما أراد أن يستو على بيت إمرأة وهي قائمة تصلي أما أنا للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فقال يا رب أنا يا رب أنا يا رب وتحول وتغير الفضيل بن عياض من قاطع طريق إلى محدث يروي عنه من كبار المحدثين ابن عيينا والشافعي والثوري وغيرهم سيدة سوريا لولو في الختام النشطة في الحقل الدعوي لو نتحدث عن وصفة صغيرة في دقيقة لكل من يريد أن يختم القرآن هذه السنة وأن يتمعن ويتدبر في القرآن أعطيك وصفة بإذن الله شعارنا هذا العام نقرأ نفهم نتدبر ونعقل ونتأثر ثم يتحول هذا التأثير إلى سلوك عن طريق الوصفة الآتية إذن واحد لا بد أن يكون لنا لقاء دائم مكرر مع كتاب الله تبارك وتعالى لا بد أن نفهم أن الذي يخاطبون هو الله عز وجل فنستشعر عظمة الله عز وجل لا بد أن يكون هناك حضور للقلب والعقل والتدبر والتخلي عن كل موانع الفهم يعني الإنسان مثل المرأة مش تبقى في المطبخ وهي تسمع القرآن لكن لا بد أن تحذر نفسها إذن التخلي عن موانع الفهم التخصيص لا بد أن يعلم الإنسان أن هذا القرآن هو خطام له وليس لغيره هو الذي خصص بهذا الخطام عندما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس أيضا التأثر إذا ذكرت آيات الجنة لا بد أن تظهر على وجه الإنسان كيف يستبشر ويدعو الله عز وجل اللهم اجعلني من أهل الجنة وإذا ذكرت آيات النار فلا بد أن تقشعر وأن يقشعر بدنا وأن ترتعد فرائسه فيقول اللهما أعذني من النيران وأيضا عندنا الترقي لا بد أن يقول اللهم إني أحب الصالحين وليست منهم وأخيرا يتبرأ من كل حول ولا قوة له ويقول كما قال عبد الله بن عمر يا ربي إني أستغفرك من كل ذنب ومن ظلم ومن كفري فنرتقي بإن شاء الله وتسم أرواحنا ونحيا بروح القرآن وبإذن الله سينطبق علينا قول الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى لا يغير اللهما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فإذا غيرنا ما بأنفسنا واستشعرنا كتاب الله عز وجل تغيرت سلوكتنا نحو الأحسن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وحشونا مع النبيين والصدقين والشوهداء والصالحين وحسن أولئك وفقا وشكرا لك وبارك شكرا لك شكرا لك سيدة سوريا لولو ناشطة في الحقلية الدعوية شكرا جزيلا على هذه الوصفة شكرا لك إذن مشاهدين أكريم رمضان نيوز متواصل معكم إلى غاية الساعة الخمسة كشك الصحافة مع عقبة العربي لكن بعد الفاصل ومعنا مشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد نواصل فقراتنا لكن مع عقبة العربي في فقرة كشك الصحافة مساء الخير مساء الخير جهيدة ورمضانك مبارك للمرة الثانية وصح رمضانك صحف طورك يسلمك كل عامتي بخير كما عودناكم يعني في فقرة كشك الصحافة نتناولوا مواضيع المتعلقة برمضان أو أغلب كثيرا لما تلتقي بربما زوجة أنبها زوجها هذه أخبار الحوادث نعم أخبار الحوادث في رمضان يعني فضلنا أنه نتفادوها لأنه كثيرة جدا يعني تحتل الصدارة تحتل الصدارة أخبار الحوادث في رمضان معنونا عرفوا أنه رمضان من المفروض أنه شهر يعني كل إنسان فيه هادي يعني يكون هادي ويتقرب إلى الله بالصيام نبدأ من صحيفة الأشروق كالعادة صحيفة أشروق الصادرة هذا اليوم في روبرتاج حول صلاة التراويح يعني كنا قبل قليل نشوفوا الأخت مع السيدة سورية مع السيدة سورية نعم والدعوة في رمضان ونعرفوا أنه رمضان يعني يكثر فيه أنه مشغل السهرات العائلية ولكن حتى توافد العائلات وخاصة الأطفال والأمهات يعني حتى الجنس الأنثوي بصفة تحديدا في المساجد لأداء صلاة التراويح فوقع إشكال أنه يعني يستحبوا معهم أولادهم مشكلة يحكم الأولاد فصحيفة أشروق في روبرتاج لصحفية كريمة خلاص رياض أطفال في المساجد لتمكين الأمهات من أداء التراويح وهي هذه آخر يعني ما اهتدت إليها المرشدات الدينيات في المساجد في مبادرة جديدة يعني باش يحكموا الأولاد تجمع الأطفال في غرفة واحدة قد تكون المكتبة قد تكون يعني المهم تكون غرفة في المسجد يعني ويدلوا لهم نشاط موازي يعني راحت على المرشدة صلاة التراويح راحت على المرشدة صلاة التراويح هذا العمل الأول للمرشدات العمل الثاني كذلك أنه في نفس المقال أو في نفس الخبر قرأنا أيضا أن المرشدات تحولنا إلى شرطيات في المساجد يعني لماذا تحولوا إلى شرطيات لأنه ربما من نقص إرثيات المساجد ربما لبعض الفئات يعني معرفش تصرفهم على المسجد للأسف الشديد وخاصة في شهر رمضان فيولوا المرشدات يولوا يعني بدور أنهم ينظموا تنظيم يعني المفروض أن المرشدات يعني يكون غير مجرد مرافقة مجرد توعية مجرد إرشاد ديني نعم مجرد إرشاد ديني لا يولوا أصل يعني يصبحون يقدموا ربما توشيهات إنذارات حتى يدخلوا في مناسنات شفاهية مع كثير من رواد المسجد طبعا رواد المسجد في الفئة النسائية تحديدا لأنه هذا الروبورتاج على الفئة النسائية إن شاء الله كريمة خلاص حدير بروبورتاج آخر بعد زميل آخر ربما صلى الترويح عند فئة الرجال وصنراء المفارقة لعم ربما ولكن الرجال يعني يعني انتحبية الدير المنافسة بين الرجال والنساء ربما النساء يعني ما يرتدوش المسجد كثيرا هذا ربما النساء يعني لأن الرجال المعروفين أنهم يرتدوا المساجد وخاصة في صنوات الجمعة أو في صنوات الأخرى هذا بالنسبة لصحيفة الشروق اليومي يعني نبقى دائما في الأطفال أو في الفئات الصغرى إلى صحيفة الفجر الصادرة لهذا اليوم في روبرتاج آخر أيضا حول أطفال يستغلون على العطل المدرسية وشهر رمضان لاكتساح الأسواق صحيفة الفجر أو كاتب المقال يعني سلط الضوء على عمل الأطفال في رمضان واللي شوفوه بصفة كثيرة يعني وخاصة في الأسواق الرمضانية لمرتاد الأسواق على فكرة استطلاع في سيدي بالعباس نعم استطلاع في سيدي بالعباس نعم واللي هو يعني عن جزائر كامل ولكن خاصة في سيدي بالعباس جب يعني أو نسلط الضوء على لماذا أسباب عمالة الأطفال مش عمالة الأطفال يعني بين قوسين ولكن على عمل الأطفال تحديدا في رمضان من العمالة في سيدي بالعباس ننتقل من العمل في سيدي بالعباس لك حبة يعني تنتقلي ننتقل نعم يعني للأسف هذه ضاهرة لو حتتوا عليها حنتعمقوا فيها أكثر تلقاها على المتحدة السنة مش فقط في شهر رمضان الكريم لكن ضرورة من العمل أطفال في سيدي بالعباس إلى صحيفة العربي الجديد وفي روبرتاج حول المغرب يعني ربما هو المغرب العربي كامل ولكن كعينة على دولة المغرب أو الجمهورية المملكة المغربية يعني جار المغرب الغذاء يلهي المغرب عن الملابس في رمضان وهذا في روبرتاج عن عدم فتح محلات الألبسة في أكبر شعور مدينة الدار البيضاء صحيفة العربي الجديد هو اللي قال يعني من الملفين يعني نسيشل ربما حتى في بداية رمضان ولكن مغلق المحلات تماما وهذا بحسبة في الدار البيضاء تحديدا ربما يعني أثناء العام هذا جاء الغذاء يعني نوعا ما أو المواد الغذائية جاءت غالية يعني وخاصة موس الفواكه في كامل دول المغرب العربي بقو سيلا ندري ما السبب تحديدا هذه من العربي الجديد بما أن الوقت بما أنك تشيرين إليه بأن أنتقل سوف أنتقل إلى معركة النعال والعقال تنهي جلسة مجلس الأمة الكويتي وتغريدات المواطنين يعني معروف أنه البرلمانات يكونوا فيها دائما نزاعات يكونوا فيها خلافات يكونوا فيها اشتباكات بالأيدي لا في جزائر هم عطلة عقبة لا الله أعلم هم عطلة هم عطلة لا عندهم جلسة من الفرد اليوم عندهم جلسة الله لا أنا لست متابع للبرلمان هذه الأيام ولكن معركة النعال والعقال يعني هو رد فعل المواطنين اللي يستنكروا على في تويتر أو في مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا تويتر وفيسبوك على البرلمانيين اللي هم من المفروض نخبة النخبة ونخبة المجتمع يستنكروا عليهم يعني أنهم يخلوا هذه النزاعات حتى بعد رمضان عيب عليكم الدنيا رمضان يعني عيب عليكم الدنيا رمضان هي موجودة في تويتر وكذلك أفهم عن الهوشات أنه تصير بكل مجالس العامل بس بنهار رمضان يعني تكون شوية لا حشم ولا كرام هذه في تويتر هذا ليس كلامي لكن كلام المغردين حسب ردود الفعل الغاضبة في الكويت فقط نشير إلى أن هذا النزاع كان حول قانون البلديات في الكويت المعروفة ببرلمانها الناجح غرني توالا قانون المالية قانون البلديات يلا سهل لا عليش جاهدة نختم في كندا لن يفتقد أصائمون الأكلات العربية وهذا ربما قد يعني نموذج يحبذ أنه يطبق في الجزائر طعام والدتك على موائد رمضان تحديدا والدتك تحديدا والدتك والذي في الانتباه هنا طعام والدتك على موائد رمضان هذه في مبادرة لسيدات عربيات في كندا يعني معروف أن كندا يعني دولة يعني يكونش فيها أجواء رمضانية يعني يكونوا كين مطاعم ولكن أنك تلقى مأكولات خاصة بشهر رمضان مأكولات عربية خاصة بشهر رمضان في المطاعم حتى في المطاعم العربية فهذا أمر نادر فاهتدت سيدات عربيات ذوي أصول عربية إلى مشاريع مختلفة لأطعام مشهر من البلدان يعني يعملوا طبق رمضاني متكامل أو سفرة رمضانية متكاملة سواء كانت عراقية أو فلسطينية أو مصرية أو جزائرية أو جزائرية مغربية لا يوجد في المقال جزائرية مغربية نعم ويكون أرخص وألذ وأوفر في حدود لأربعة أشخاص في 32 دولار بينما ترحل الوجبات يعني لو كان أنت تجمحها تكون مئة دولار أو 75 دولار للأربعة للأربعة أشخاص يعني العائلة صغيرة كما تسمى جولة جميلة وصلت بنا حتى طارت بنا حتى الكندا والإفطار في كندا نبدأ تحية للجالية العربية والجزائرية المقيمة في الخارج رمضانكم كريم وكل عام وأنتم بألف خير رمضان النيوز من الشروق من الشروق نيوز مباشرة بعد قليل أبعاد العمل الجمعوي والخيري في شهر رمضان بعد هذا الفصيل القصير ونعود بكم معنا مشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد رمضان هو شهر للخير أيضا مشاهدين يكثر فيه العمل والجمعوي والخيري عبر مختلف ولايات الوطن نستضيف اليوم ناس الخير وهي مؤسسة خيرية نستضيف أمين جانين مكلف بالإعلام على مستوى هذه المؤسسة أهلا بك وشكرا لحضورك معنا اليوم صحر رمضانكم وصحر رمضان كل شعب الجزائر والأمة الإسلامية طيب ككل رمضان من الناس الخير دائما تقوم بعمل خيري في مطعم الرحمة هاد السنة أو هاد الموسم مش عندكم نشاط قد مو في شهر رمضان معا منذ بدايته يعني منذ تسع يام احنا اليوم تسع يام من رمضان من البداية لرمضان وحنا مع القفاة المطعم الرحمة ذاك اللي درناه وهو سميناه أجيت فطر بسكو الناس قاعد تعرفوا بأمة عربية والإسلامية تعرفوا بمطعم الرحمة احنا سميناه أجيت فطر مبادرة دي منها مؤسس الناس الخير الحمد لله يعني الابجيكتيف كان لبريميجور بدأوا بـ 80 واحد وبدأ أيام فقط يعني اليوم وطر باسكو بعد أيام فقليلا برك لحقنا حتى المئتين وخمسين ما يبارك ما يبارك فيك وين نمت موقع نحنا رأنا في كليارفال في رستوميا أكس كليارفال كائن واحد براء عطلنا المطعم وكائن المحسنين كائن المواطنين المحسنين تبرعوا بالمأكولات زائد معا كو بيرون الزنتربيز ألجيريان يعني المؤسسات الجزائرية والخير هو يلحق كل يوم وتبرعوا يوميا يوميا لا يبارك تبرع مش فقط في تقديم المأونة لكن تبرع حتى بنسبة للشباب في تقديم الأكل في تحضير الأكل في أدالي يعني سي تلموت كي موبيليزي بوخصة يعني قال متبرعين متبرعين أو متطوعين أو متطوعات بيونسور باسكو كين قبل ما تلحق الماكلة لعندنا بيش نسير بيوحنا كارجل كين نساء كين وقفات على هاتشي يطيبوا يبريباريو من العشرة عصباح هم يبريباريو طيب إن شاء الله ربي تقبل مننا لكن دايما قبل ما نحكيو على إفطار رمضان نحكيو أيضا على توزيع قفة رمضان هل كان عندكم نشاط هذه السنة؟ هذه السنة إن شاء الله عندنا توزيع مزا ما وزعناش باسكو بيوحنا يبدوا يوزعوا البكري ويوحنا مع الأخير بإذن الله إن شاء الله ليل 27 إن شاء الله ديروا ختان جماعي إن شاء الله إن شاء الله طيب فيما يخص تمويل أنتم قبل تحدثت قل إنه عدنا رجال أعمال يجوا يعاونونا انتو ما تروحوا تقدموا بطلابات ولا واحدهم كي سمعوا بلي كين مطعم الله ما يجوا يتقدموا كان يعني الحق كان يدرنا لهم طلابات الإنسان يعني بسك إحنا يران إلا متطوعين لازم لنا تمويل وتمويل لازم يكون كبير شوية كان يكتبنا لهم وكان لجوا أحدهم كان يعني كل يوم كل صباح يعني كل الدوك هكذا كيكوت جاي كان يلقي تقاليا وخلوا لك هذي وخلوا كل يوم كل يوم كل يوم لهي بارك حنا وش مدى بينك كثير المتطوعين يكونوا يعني في الساحة الوطنية مشغل عندنا بارك صحيح إحنا يعني قبل كنا استضفنا أكثر من مرة جمعيات خيرية تنشط في هذا الميدان ودايما يتحدثوا على العمل الخيري يقولوا إنه العمل الخيري في شهر رمضان يكثر إحنا نقولوا لا لا مدى بينك كل عام على امتداد كل سنة مش فقط في شهر رمضان المتطوعين يكونوا والمؤسسات والأعمال الخيرية هذا هو الندال يحبيث أن دعوبي إني له يعني مر رمضان كعنا مشروع باش نعودون نشمه ونلمه بقاء بس كنس الخيري في طرب الوطني كله حنا عندنا كان عندنا برنامج قبل يعني في الأيام الأولى شهر الميء في نطويش دي بلاج وقدر وقبل ذلك كان عندنا أعمال تطوعية في الغابات يعني القرين داي الأيام الجزائرية الخضراء ودوك الجا سيدنا رمضان دخلنا في برنامج رحمة يعني إحنا عندنا برنامج في مور برنامج عندنا 12 برنامج في 12 شهر يعني على سي بورسا قلت لك إحنا في رمضان مور رمضان إن شاء الله نسي نعودون القروبة وقع المتطوعين ومتطوعة وجميع الجمعية تدية على الساحل على جميع القطب الوطني وخارج الوطن إن شاء الله إن شاء الله سيد أمين جاني المكلف بالإعلاء بمؤسسة الناس الخير شكرا لحضوركم معنا رب يوفقكم إن شاء الله في عملكم إن شاء الله صحة فطوركم وصحيتكم إن شاء الله صحة فطورك يسلمك إذن المشاهدين على رمضان نيوز متواصل معكم لصحتكم ابقوا معنا تلقاكم حياة مقطوف بعد الفاصل اقوا معنا مشاهدين أهلا بكم من جديد التحقت بنا للتوزم إلى حياة مقطوف في حديث عن الصحة في شهر رمضان اليوم سنتحدث عن التبرع بالدم في هذا الشهر الفضيل مناسبة وإحياء اليوم العالمي لتبرع بالدم أهلا بك حياة جهير أهلا بك مساء الخير مشاهدينا لأنتم الآن في حضرة فقرة الصحة صحتك في رمضان موضوعنا اليوم تزامنا مع اليوم العالمي لتبرع بالدم لصادف نهار اليوم 14 جوامي كل عام موضمة الصحة العالمية كان اختارت موضوع حملة هذا العام الدم يربط بيننا جميعا حتى يقولوا إنه في رابطة ما بين المتبرع وما بين الشخص اللي يكون محتاج للدم وأيضا كان شعارها شعار شارك الحياة وأعطي داما هذا حتى نحفزوهم أكثر على تبرع بالدم وأيضا كان تركزت منظمة الصحة العالمية أنه نقدموا أمثلة الأشخاص كانوا تقدموا لهم بالدم وتبرعوا لهم بالدم وكانوا هذا التبرع بالدم كان نقدم لهم من قرور نقلة يعني حتى أنقذ حياتهم في هذا القصص ممكن تمثل المشاهدين وأيضا لنس اللي يتبرعوا يواضبوا التبرع والناس اللي ما تبرعوا بصحة جيدة حتى يتبرعوا نتحدث مباشرة عن شروط التبرع في نقاط باختصار شروط التبرع حتى يعرفوا مشاهدين أكثر بصفة عامة أنه لا بدون يكون إنسان ما بين 18 سنة و 65 سنة حسب الأطباء أكيد حتى يكون في صحة جيدة أيضا يكون هذا الشخص غير مصاب بأحد الأمراض المزمنة غير مصاب بأحد الأمراض يكون فيها أمراض معدية تنتقل عن طريق الدم يعني أيضا من بين الشروط المهمة أنه هذا الأشخاص يكون فيه ضغطه متوازن أيضا يكون النبض متوازن درجة حرارة متوازنة عندما يقوموا بتبرع أكيد رح يكون طبيب المختص يكون حاضر أثناء التبرع حقيصه درجة حرارة الجسم أيضا حقيصه نسبة له مقلوبين يعني شروطه مهمة جدا أيضا يكون وزنه ملائم ما يكونش أقل من 50 سنة أيضا ما يكونش مصاب بأحد أمراض الدم مثل فقر الدم وغيرها يعني هي شروط مهمة لابد أنه يكونوا يراعوا وهالمرأة تقدر تتبرع ولكن من الأحسن الأم لتكون حامل أو المرضي عن كل متفادة التبرع إذا توفرت كل هذه الشروط ونحن في شهر رمضان ممكن نتبرع؟ نعم التبرع في شهر رمضان ممكن من حيث الشرع كان فيه إفتاء قاله أنه ممكن تبرع ومن حيث الصحة حركز أكثر لأنه بحكم اختصاصي ما يمكن التبرع في هذا الشهر الفاضي لأنه فيه فائدة أصلا من التبرع فائدة لجسم الإنسان بداية لأنه أيضا سيكون فيه تجديد للدم سيكون فيه تجديد للدورة الدموية سينقصوا من نسبة الحديد ومن معروف أن الحديد نسبته الكبيرة في الدم عنده علاقة بأمراض القلب والأوعية وغير ذلك وأيضا سيتأكد أيضا هي فرصة سيتأكد من سلامة المتبرع عندما سيقوموا بالعملية التبرع وأيضا سيقوموا بعملية تحليل للدم ونكشفوا بعض الأمراض لم يكنش يعلم بها في رمضان من الأفضل فترة التبرع تكون في فترة الصهرة عفوا لأنه مر الفطور على الأقل هي أهم الشروط يكون على الأقل كلا يعني وجبة غذائية العقل لمدة ساعتين هذا ما يسهل عملية التبرع أيضا يسهل جريان الدم وحتى ما يكونش فيه مشاكل ممثل ممكن أثناء التبرع يعني حبي يتبرع وحبي يروح ونقوله ماشي ونت صايم كي تفطر رح تبرع إن الأحسن وكان العام الماضي كانت منظمة الصحة العالمية كانت أكدت على هذا الأمر وأيضا في الجزائر وزارة الصحة كانت قالت أنه فيه كانت فيه نسبة رمضان الماضي جيدة جدا فيما يخص التبرع بحكم أنه في شهر هذا الرمضان في شهر الفضيل ممكن نسبة الإيمان والتقوى تكون زيدة أكتر ممكن تقربوا من الله عز وجل صدقة بالنعم يكون فيه تصدق قالوا أنه فيه إنقاذ للعديد من الأشخاص في هذا الشهر كانت نسبة جيدة ما ننسوش أنه بعض الأشخاص يحتاجوا إلى الدم بحكم بالارتفاع نسبة الحوادث المرور مثلا تكون كثيرة تحدثنا عليها البارح جاهدة قلنا حتى في شهر رمضان المبارك بحكم الصيام والحرارات تزداد نسبة الحوادث هنا نقولوا الأشخاص يروحوا يتبرعوا لأنه فيه بعض الأشخاص يكون في حاجة إلى قطرات الدم نحن نقدر نجدها بعض ساعات وبعض أيام تتجدد قطرات الدم في جسم الإنسان تلقائيا ولكن هذا الشخص ما يقدرش يجددها سواء كان مريض ببعض الأمراض مثلا فشل النخاعل ما يقدرش يجدد الدم أو بعض الأمراض الأخرى أو أثناء عملية الجراحية أو أثناء ممكن الحوادث نقولوا أيضا بعض الأشخاص اللي يتفادوا التبرع جاهدة اللي يكون ممكن تتعرضوا لعملية نقل دم جديدة نحن نفضلوا أنه ما يتبرعوش مباشرة وأيضا بعض الأشخاص اللي كانوا قاموا بعملية جراحية نفضلوا أنه ما يقوموش بالتبرع نصائحها قبل التبرع هو السؤال ممكن نجاهدين يقولوا وش نقوم في رمضان قبل التبرع يفضل جاهدة قبل التبرع أنه يكون هذا الشخص ناول وجبة غذائية جيدة أيضا نتفادوا التدخين سواء قبل التبرع أو بعد التبرع نتمنى أنه يتفادواه بتاتا أنه فيه أضرار ومشاكل كثيرة ولكن الأشخاص لا ما قدرش الله هارم وحب يتبرع يعني كي يروح ما يتكيف شو كي يكمل ما يتكيف على الأقل فترة مر عملية التبرع أيضا نقوله أنه يتناول السوائل بكثرة سوء لساعد عملية تجديد الدم في جسم الإنسان هذا قبل التبرع قلنا يتناول الوجبة غذائية بعد التبرع نقوله يابد أن يكون فيه استراحة لمدة ممكن مع الأقل من 10 إلى 15 دقيقة يمارس الرياضة ولكن بعد التبرع في رمضان نفضلوا أنه ما يبذلش جهد كبير بعد التبرع أيضا ننجد بالتدخين أيضا واليد اللي يكون قام بعملية التبرع ما نضغطوش عليها كتير وما يكونش فيه مجهود عضلي وأيضا يتناولوا السوائل اللي تكون مفيدة لهم إن شاء الله تتبرعوا ومشاهدين في هذا لأنه قلت باختصار فقط فتحنا اليوم موضوع التبرع إن شاء الله تبرعوا في هذا الشهر الفضيل وطول العام أنه في ناس في حاجة إلى هذا التبرع والتبرع مفيد للصحة أيضا نعم مفيد لنا والناس اللي يحتاجوا له نعم إذن شكرا لك حياة على كل هذه التوضيحات فيما يخص التبرع بالدام شكرا لك صحف طوركم مشاهدين صحف طوركم جيدة الله يسلمك شكرا لك حق لك ياسمين الله يسلمك حياة إذن مشاهدين رمضان نيوز متواصل معكم لكن نلتقي بعد نشرات إخبارية مباشرة من الشروق نيوز بعد هذا الفاصل بقوا معنا مواقع التواصل الاجتماعي وتغريدة رمضان حسين أنه لم أبرز المواضيع لدارة البوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويعني الموضوع والخبر لدار حالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر هو تعديل للوزارية الأخير وتعيين بعلان بالسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية سيد بعلان بالسايح البلغ من العمر 86 سنة تعيينه كوزير دولة مستشار لدى الرئيس ممثل شخصي لرئيس الجمهورية خلى عديد من التعليقات يعني تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل هذه الصورة نشوف أنه جزائر تحطم رقم قياسي عالمي جديد بأكبر وزير في العالم أيضا فيه صورة أخرى إذا أمكن يسيدا أن ينشاهدوها وادخل هذا الصورة يعني قال لك وش قاعد في المرميطة يعني جبدو الغراف وكأنه خلاصوا الوزراء الشباب في الجزائر حتى يعينوا بعلان بالسايح حسب تعليقات فيسبوك أيضا فيها شخص قال أنه كذبوا علي نوقات هذا سيدعلي مش سيدعلي المخرج مش سيدعلي المخرج طيب محمد هذه كلها تعليقات حول تعيين بالسايح مستشارا لرئيس الجمهورية نحطمنا الرقم القياسي كما قلت بأكبر وزير لكن أيضا سعودية حطمت الرقم القياسي بمزارة خاصة للسعادة وزيرت السعادة لا ماشي سعودية هذه الإمارات جاهدة في الإمارات وزيرت السعادة أيضا فيها نقطة أخرى ياسينا تحطي عليها باش نبقى بفاقات بعلامة بسايحة نسبة العمر يعني خليت جاهدة تكمل وانت قطحتها يا محمد رأي لي قونس محمد لما جاهدة تحكي نتاهمين لو جاهدة 8 أشهر نفهمه 8 أشهر يلا ما لنقول هي بحقيقة شفت أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي عملوا مقارنة ما بين أصغر وزيرة في الحكومة وأكبر وزير دولة تقريبا فارق العمر بينتهم 50 سنة 50 سنة نروح الآن إلى الإمارات جاهدة كما قلت هو أكبر رحنا وزير شيخ في الجزائر في الإمارات عندهم وزيرة شابة وهي أيضا وزيرة لساعدة عهود الرومي وزيرة ساعدة الإماراتية يعني في الطريق كانت توزع تومور على الصائمين قبل أذان المغرب ربما تفكي تكون في طريقة جاهدة في السيارة يعني يخرجك كاش وزير يوزع لك التمر يكون إن شاء الله في الإمارات في الجزائر لن أحلم حتى بهذا لا تحلمش بهذا ما عليش فاش نحلم في هذا نبقى دائما في أجواء رمضان وأجواء الصيف معروف أنه في رمضان عندنا بزاف أهلنا في المهجر اللي حبوا جوجوز معنا رمضان في التزاير التزاير موليتش كما بكر يعني فيها الآن الخير لكن نرغم ذلك نشهد في هذه الصورة أنه حبيبنا هذا اللي كان مخترب في المهجر يعني حبط معها ما شاء الله يعني كما نشوف هذه الصورة اللي جبناها ملاباشتا إي سي سي أغون هذه الصورة في وهلان عن جبني وحتى التعليق قاتلك يعني قريب ما جاب معه مظاهرات مرسيليا هذه يعني في الصورة أشهد أن هذه ظاهرة تتكرر في الأسف الكثير من المواسم أسف نشوفها على مستوى الموانئ الجزائرية خاصة هذه الفترة فترة العطل فترة العطل وفترة رمضان نبقى دائما مع أجواء رمضان نحن كنتلم أحيانا جهيدة نحن نملمين ندير مجمعنا أنا نحكي ولكن أحيانا أهلنا في غردية لما يتلموا ويتحتوا يكون فيه واحدة طرفة ووحدة تعلم وصول اللغة العربية نشوفوا لما يجتمع أهل نجمع غردية وش يقدر يكون نتابعوا هذا الفيديو